ادخل بيكم الى الملف الرابع ادخل بيكم الملف الرابع وده ملف ايضا انا اقول لكم كمحمد شيردي الاعلامي والسياسي والصحفي انا لم اكن اتوقع ان احنا الحقق فيما حققناه في خلال التمن سنوات اللي فاتوا بالامان وهو السياسة الخارجية نهاردة قد يكون الخبر ده بالنسبة لك خبر عادي جدا انما لو شفتوا كم زيارة حدثت مماثلة في خلال الاشهر الماضية هتعرفوا قيمة استمرار الاتصال الخارجي المصلي بدول افريقيا طبعا انا مش هحدثكم عن دول العالم هخش اقول لكم عليها كمان دي اولا حاجة نهاردة الرئيس استقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زنبابوي وطبعا اكد على الاهمية اللي احنا بنحبها وان احنا في العلاقات المختلفة ومختلف المجالات وحرص مصر على تعظيم التنصيق والتشاور وفي رسالة خطية خطية من رئيس زنبابوي استلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة هو دا الخبر تعالوا بقى اوريكم الخبر دا هو استمرار نجاح ملف من اهم الملفات التي كانت تواجه مصر احنا لكننا في اتحاد افريقي ولكننا في برلمان افريقي ولكننا في برلمان انا عايز اقول لكم ان احنا في فترة من الفترات وصلنا الى مرحلة ويمكن الاخوان كانوا حابين ان هما يزودوها يزودوها جدا كان بيجي لي اميلات لان انا كنت عضو برلمان افريقي وبرلمان ويقولولي هما مين دول ايه دا فين السياسين المصر فين اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه حدوتها ثم عزلة ضد مصر نهاردة في خلال الثامن سنوات الماضية مصر تحدثت باسم افريقيا وتولت مناصب باسم افريقيا وما زالت تمثل افريقيا وما زالت تطالب بحقوق افريقيا واصبحت علاقتنا بافريقيا من اقوى ما يمكن دول افريقية زعماء افريقيين عدنا مرة اخرى الى الساحة دعمنا دول في افريقيا اللي كان بيقولك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع ايام كورونا لو تفتكوا انت لو تعرفهم قيمة وقفنا جنب الدول الافريقية في هذه المحنة وكل دول العالم كانت بتقول يا رب نفسي ويتولع افريقيا ويروحوا الناس واحنا اللي وقفنا لو تعرفوا قيمة اللي احنا عملناها مع دول المجاورة زي مثلا لبنان شوفوا لقاء ولي التوفيق مع الزميلة الاعلامية ايمان ابو طالب هنا في 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 الحياة ولقاءه معاها وهو بيقول له احنا عمرنا ما حننسى وقفت مصر معانا لان الابنان حتجوع كانت عمرنا ما حننسى وقفت مصر معانا زي ما احنا قلنا في مصر عمرنا ما حننسى وقفت الخليج والرئيس وقف يشكر دول الخليج وحكى في اسناء الاسرة المصرية والفطار الشهر اللي فات وإحنا عمرنا ما حننسى ده عن الدعم المباشر لدول الخليج اللي كانت وقفة في ظهرنا انظروا الى هذا الملف السياسي وانتقلوا منه الى هو مين اللي وقف في وقف اطلاق النار والضرب في الضفة والحرب اللي كانت حتولع الدنيا بين اسرائيل والجانب الفلسطيني هو مين اللي دخل علشان يشوف ليبيا اخبارها ايه وحط حد فصل وقال لهم اللي هيعد الخط ده احنا دخلين بقى والدنيا كده ووقف الميليشيات علشان يحافظ على صروات ليبيا لاهل ليبيا هو مين اللي تم استدعاؤه عدة مرات علشان يلحقوا يسمعوا خبرته ايه في مواجهة الارهاب هو مين اللي طلع امام العالم كله بالمخططات المختلفة والضرح المخطط الاساسي علشان يعقد مؤتمر المناخ القادم اخر السنة دي يكتمع فيه كل زعماء العالم عشان نلحق المصيبة والكرسى اللي مخليانا في شهر خمسة نلاقي درجة الحرارة عندنا بتنزل جدا وتطلع في شهر ستة وتطلع تاني يوم لحاجة واربئين درجة ومش لقيين نعرف نزرع ولا نعمل مين اللي بيعمل الكلام دي من الذي تحول الى قدوة او لعب السياسي بغض النظر بتحبه او ما بتحبوش موافق ولا مش موافق معارض ولا لا انا مش بقولك كلام من بيتنا انا بقولك على كلام واقعي انا بقولك على كلام حقيقي انا بقولك على كلام بقولك تابعه واطلع بعد كده زي ما انت طالع على الفيسبوك وقول انتو بدواعي تقول انت عايز تقوله حقك ان تقول ولكن حقنا ايضا ان نشير حقنا ان احنا نفكرك حقنا ان احنا لما نتكلم معاك نقولك اوعى تنسى احنا في يوم الايام كانت ضيعة كانت كانت مع السلامة كانت رايحة وكلنا رايحين ونقعد نضرب في بعض بقى ونقعد بقى نتسلى على الفيسبوك واللي يطلع يقولك لا تعالوا نحرق واللي يقولك لا تعالوا نكسر الاول قبل ما نحرق واللي يقولك لا والله تعالوا نغرقها الان اصبحت من القوة بمراحل انت لم تكن تحلم بيها من ثمان سنوات